أن أبي مسعود عقبت بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئتا رواه البخاري من أبي مسعود عقبت بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسدى سنجد أن أبي أمر أبي أبي أمر تسفين بن عبد الله الثقافي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرا قل قل آمانت بالله ثلوم مستقيم رواه مسلم درسدى أبي أبي أمر أبي أمر أبي أمر سفين بن عبد الله الثقافي رضي الله عنه أبي أمر سفين بن عبد الله سفين قلت أبي أمر بسفين أو أencing 4 الثقافي رضي الله صلى الله Dios أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا سليت المكتوبات وصنت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئاً أأدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari رضي الله عنهم Seseorang bertanya kepada رسول الله صلى الله عليه وسلم Seraya berkata Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan surat yang wajib Pada puasa Ramadan Menghalalkan yang halal Dan mengharamkan yang haram Dan saya tidak tambah sedikitpun Apakah saya akan masuk surga Beliau bersabda Iya Amin 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 شكرا